طيب الخطوة اللي بعد كده واللي هتكون مش سهلة خالص وشوفنا كلنا السنة اللي فاتت واللي حصل فيه مباراة الدور التمهيدي وزي ما بنقول كده حمى البدايات قدام أرتا سولار الجيبوتي بعد الخسارة فيه الذهاب بنتيجة 2-0 وطلقينا هنا في القاهرة هدف مبكر والناس كلها كانت شايفة ان الزمالك حزوزه بتنتهي في البطولة كنت موجود في الاستاذ اقسم بالله انا حضرت المانشات كتير جدا من المرات اللي فعلا الجمهور فيها يعني كلمة بيحرك الصخري دي كلمة قليلة الطاقة اللي انا شفت لعيبة نادي الزمالك استمدوها من الجمهور وجمهور الزمالك وهو رايح على المدرجات بين الشوتين وبيتكلم مع اللعيبة بتتكلم مع بعض واللعيبة رايحة عند الجمهور يعني منظر انا لن انساه في الحقيقة لعبتنا رجالة وقدروا يرجعوا بالنتيجة وقدرنا بفضل المولى عز وجل انفوزة 4-1 ونسعد بعد كده لدور المجموعات عشان كده بقول ان المباراة دي مش بتكون سهلة خالص ولازم نذاكر كويس ونستعد ليها كويس وان شاء الله نسعد للمجموعات وهنبتدي بإذن المولى عز وجل نركز على الحدث الاهم في شهر سبتمبر لنادي الزمالك وهو بطولة السوبر الافريقي ان شاء الله بإذن الله هذه المباراة نادي الزمالك يفوز بيها ونقدر نطلع فيها بمكاسب كتير قوي ايه المكاسب اللي انت هتاخدها من هذه المباراة اولا من النحية المعنوية هي بطولة مكملة للموسم فنقدر نقول ان نادي الزمالك قدر ان هو يحصد لقبين قريين في موسم واحد هي بطولة الكونفيدرالية الافريقية وان شاء الله بطولة السوبر الافريقي فوز بطولة زي السوبر الافريقي بتضيف ليك في دولابك بطولة قرية على الغريم التقليدي النادي الاهلي وهتفرق مع جمهور الزمالك بطولة غالية وكبيرة وغيرها من الفوائد طبعا اكيد فيه مكاسب فنية مكاسب على النواحي المادية وخلينا نمشيها خطو خطو عندنا فترة استعداد هيكون فيها مباراة فدية عندنا بعد كده ماتشين فيه الكونفيدرالية الافريقية بعدها ان شاء الله سوبر الافريقي امام النادي الاهلي ده فيما يخص برنامج نادي الزمالك خلال التلاتين يوم اللي جايين ترجمة نانسي قنقر